أطلقت كوريا الشمالية ما يشتبه بأنه صاروخ باليستي سقط على الأرجح في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة وفق ما أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا وقال كيشيدا في تصريحات للصحفيين يبدو أن صاروخا باليستيا أطلقته كوريا الشمالية سقط في منطقة اليابان الاقتصادية الخالصة شرق هوكايدو وذلك بعدما أشار مسؤول في وزارة الدفاع اليابانية إلى إمكان سقوط الصاروخ على بعد نحو 200 كم إلى الغرب من جزيرة أوشيما الواقعة ضمن نطاق منطقة هوكايدو في شمال اليابان وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي بعيد المدى وفق ما أعلن جيش كوريا الجنوبية في أول اختبار من نوعه منذ مطلع العام يأتي قبيل مناورات عسكرية أمريكية كورية جنوبية مقرر الأسبوع المقبل في واشنطن وارتفع منسوب التوترات العسكرية في شبه الجزيرة الكورية بعدما كرس الزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون في شتنبر الماضي رسميا سياسة تجعل من الوضعية النووية لبيونج يانج أمرا لا رجعة فيه وأجرت بيونج يانج عددا قياسيا من التجارب على أسلحتها